إذن تحية صباحية متجددة للمشاهدين ولكي أيضا نبيلة الأكيد أن الترقية العقارية في الجزائر تتخبط في الكثير من المشاكل رغم القوانين التي تضبط هذا المجال فعلا فعلا يعني الترقية العقارية نسمعه أن المشرع الجزائري شرع هذا القانون 1104 لأجل يعني بشي يساعد في هذه الأزمة في حل أزمة السكن يعني الدولة تبني المرقي العقارية يبنوه وكذلك تكون الأسعار في متناول الجميع لكن نشوفه أنه لو يصروا بثاف مشاكل نعم للأسف وهذا يعني راجع لعدة أمور راح نتناولوها اليوم إن شاء الله أكيد إذن ما هي أهم القوانين التي تضبط العقار في جزائر نبيلة بداية هناك القانون العقاري يعني كل مجال عنده القانون دياله إذا راحنا للبيع بالإيجار كمالا ديال عنده القوانين الخاصة به إذا راحنا للديوان ترقية وتسير العقاري كمسير كذلك عنده يعني في السكانات الاجتماعية عنده يعني كل مجال من الأمران عنده يعني قوانين خاصة به نعم أكيد أنه ربما أبرز المشاكل أستاذة نبيلة واضحة تتعلق بالأبنية غير العقارات غير المبنية نعم لأنه لما نتكلمو على الترقية العقارية ترقية العقارية القوانين القانون كيفاش يضبطها وكيفاش يعني مد صلاحيات للمرقي العقاري كيفاش يعمل لأنه كل حاجة لازم تكون مضبوطة بقواعد قانونية للمرقي العقاري عنده أنه عنده طريقتين للبيع الطريقة الأولى أنه يكمل البنيان ديالو ويبيع ويبيع العقار سواء شقاء أو فيلا أو غير ذلك يبيعها والطريقة الثانية ما هي الطريقة الثانية أنه يكون مازال مبناش يعني في الأول يبني كما نقولوا إحنا يبني بالدراهم تعليش العقار يعني كما نقولوا بالعامية يعني المصطلح المتداول يبيع سيخ بلان هذا هو إ standards هاته يبيع سيخ بلان هنا المشاريعận في القانون ما هي نعم كاين طريقة واحدة فقط لا غير أنه يبيع على التصاميم كما قلت أنت يبيع سيخ بلان يبيع على التصاميم كيف يتم ذلك هذا البيع على التصاميم يتم وفقا يعني حتى المشروع اللي بيع يعني شقوا لولون يعني حتى المشروع اللي يرح يبيعوا على التصاميم لازم يكون فيه شروط أكيد فيه شروط حتى يعني البلان هدك ليقدمه ولا غرحت لي معليش في انتظار ربما استرجاعك لأفكارك البيع على التصاميم ولا رائش بكثرة أليس كذلك هذه الأيام خاصة في الجزائر العزمة ونشوف بنايات يوميا تنبت يعني في كل مكان شوفي هو البيع على التصاميم تقريبا تقريبا إذا تم البيع على التصاميم ما كاش مشكلة المشكلة وين تقع أين تقع المشكلة البيع على التصاميم هناك قواعد تضبيطه حتى أنه الدفع الدفع يتم وفقها أقصار يعني كل ما يكون درجة يعني بالبرسونتاج وقتش يدفع إلى غير ذلك لكن المشكلة أنه يعني سواء يكونوا بروموتور يعني يكون مرقي عقاري يعني حقيقي ما معنتها كنقوله حقيقي معنتها عنده لك غيمة يكون مأمن يعني ما ينتحلش صفتها مرقي عقاري يبني هو ما عندوش يعني ما راهوش مسجل كمرقي عقاري المشكلة لو كتش تقع تقع لما يتم البيع يعني بيناتهم يقول له فالا يديلو زعماء أورق إدارية يديلو ورقاب يعني لا يتم الاكتتاب لا يتم الاكتتاب عند الموثق لأنه الموثق ما يقدرش يكتب بطريقة وحدة أخرى غير البيع على التصاميم الموثق يكتب لك البيع على التصاميم معنتها معنتها راهو متأكد أنه هذا كراهو عنده طلاع أنه شاف الأوراق وأنه مرقي عقاري كذلك يشوف أنه راهو أمن ذلك المشروع لأنه كل مرقي عقاري كين صندوق الضمان يقولوا يكون أمن ذلك المشروع هناك نسبة 2.5% يدفحها في صندوق الضمان صندوق الضمان هو اللي حيعوض هو اللي راح يمثل المكتتبين إذا صرى في الاستحقات إذا صرى هناك مشكل والموثق ما يكتبش إذا كان مكان ما تفرج هذه الشروط يشوف كذلك رخصة البناء يشوف يعني كل تفاصيل يطلع لها الموثق بالتالي المواطن لما المكتتب لما يروح عند الموثق راهوا كما يقولوا في أمان راهوا مضاع عقد لغدواء يقدر يقابل به لكن المشكلة المشكلة لما يروح هو والنوتير هو والبروموتير ويقول له أنا ندل لك ورقة كما يقول له أكت دو غزارفاسيون بينو بينو يدل له الكاشي هذا يقول لك خلاص أنا نديت الإثبات لكن هذه الوقت عندها مصداقية ما عندهاش مصداقية هنا ننبه أي مكتتب أي شخص يشري سكن من عند موثق من عند مرقي عقاري لازم هذا السكن يتم الاكتتاب عند الموثق وبيعقد هو بيع على التصاميم هذا فيما يخص العقارات التي تباع قبل أن يتم ببناءها قبل أن يتم ببناءها بيع على التصاميم بيع سوق ما هي الشروط اللي لازم يستوفها هذا العقد بداية الشروط أنه النموذج يعني الدولة الجزائرية والمشرع الجزائري دار نموذج واحد لازم يعني يخدم وفق ذلك النموذج ما كاش نموذج وطني مش يكون موثق عنده نموذج دياله هذا النموذج محدد فيه كل القواعد يقول العقد شريعة المتعاقدين يحددوا فيه ثمن يعني النهائي شحال يكون يحددوا فيه الدفعة الأولى شحال تكون بخصنطة اشتحها شحال يكون وقتاش تكون الدفعة الثانية وقتاش تكون الدفعة الثالثة وكذلك الدفعة الأخيرة تتم عند استلام المفاتيح يعني كي يكمل كامل البنية ديالويتو لما يسلم المفاتيح يسلموا كذلك المكتتب الدفعة الأخيرة يعني كلش منظم كي نروح للبيعاء للتصاميم كلش رهو منظم والحقوق رهي باينة إذا المقاول طلب أنه يقدم له يعني سعر للعقار يعني بالكامل في هذه الحالة هذه هي المشكلة هذا مخالف للقانون هذا مخالف للقانون لأنه المشرع لما دلوا بيع على التصاميم ودلوا كل نسبة لأنه كما نقول يبني بدراهم المكتتب كل ما يزيد في البناء كل ما النسبة يزيد يخلص المكتتب يعني كما نقول يخلص بفاصيلتي يخلص بشوية لأخرى هو يبني لأخرى يخلص فيه المشكلة وين تكون المشكلة أنه هنا يقعوا ناس ضحية نصب وإحتيال أنه يشوف مراقي عقار يقول يقول أنية ممكن هذا السكن يطيل أسعار مغرية سكن يقول بخمسمائة أو ستمائة مليون شفنا العمل يفتو وش سرع لما هذو السكنات يهدموهم في برج الكيفان المشكلة أنهم لو حتى دخلوا في البناء بدون رخصة والناس دفعوا كامل المبلغ بعدها يلقى روحوا لمبلغ هذا شي غير قانوني نحن نوجه نصيحة للمواطنين مجمع إنسان حاب يشري عقار عند مرقي عقاري مرقي عقاري لي يقول لك تدفع كامل المبلغ في الأول هذك عرفوا بلا يرهم محتال هذك ما كش منها جام تدفع المبلغ كامل إضافة لأنه حتى القانون يعاقب المرقين العقاريين ليطلبوا دفع المبلغ كاملا وكذلك قبل أنهم يتوجهوا عند الموثق يعاقبهم بعقوبات إدارية وعقوبات جزائية أكيد إذن خلينا أيضا نذكروا المواطنين والمشاهدين اللي يراهم يتبعوا فينا ويرفقوا فينا مع صباحة هدنها أنهم يمكنهم الاتصال بنا عبر رقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة 023 71 71 تصلوا بنا ترحوا إنشغالتكم إذا عندكم مشكلة متعلقة بالعقار إذا كنتوا ضحايا لهكذا مقاونين ربما خدوا منهم أموال باهدة ومن بعد أبدا ما سلمونهم مفاتيح العقار ويحدث إذن في حال إتمام وتسليم العقار في الوقت المتفق عليه ما هي الإجراءات الواجب اتبعها من قبل المكتب الإجراءات المتفق عليها أن المكتب يدفع كل المبلغ المتفق عليه وحتى المرقي العقاري ما بقلنا الدفعة الأخيرة تدفع لما يستلم المفاتيح هنا يعني مكاش مشكلة مكاش مشكلة أكيد معظم المشاكل بوش متعلقة ربما حتى الصداقات كيكون المقاول هدك صديق ولا جار ولا مقرب أليس كذلك في هذه الحالة ربما المكتب يسمح كامل في الوثائق الرسمية أليس كذلك نبي وهنا تقع المشكلة في حتى الدين تعنا الله سبحانه وتعالي قولك إذا تدينتم بدينين فاكتبوه يعني حتى الدين تعنا كيكون دين لازم نكتبوه فما بالك أنه عنده تعامل رح يتعامل معهد المرقي العقاري هاو المرقي العقاري خرج فيت هاو المرقي العقاري مات يا سيدي أو ناس ملاح وملتزم بالكلمة أصلا أصلا اللي يكون ملتزم لازم يكون ملتزم بالقانون بالقانون لأنه إحنا نتعامل مع بعضنا نتعامل وفقا للقانون المرقي العقاري عنده قانون الترقية العقارية اللي رهو ينظم له العمل دياله وبالتالي هذه ما فيها شو بغيثة الحال أنه حتى لو كان صديقك حتى لو كان معرفة حتى لو كان عائلتك يكون التعامل بصفة رسمية يعني عند المتق ويباع بصفة طبيعية وفق البيع على التصاميم المبالغ تكون كما قولوا المبالغ تكون محسوبة يكون عنده 20% 20% لما يدير الفونداشون يكمل يعني حتى هو يساعدوا الحال إنما الناس اللي تسمع إشهارات وتسمع أنه أنا نحن بيع لك لا يعني طبيعي لما أنت تسمع حقيقي أنه لما تشري بناء على التصاميم يكون أقل شوية من السومة أنك تشري طالع كومبلي أكيد هذا بالصح لازم تكون هذه النسبة محقولة يعني أنت لما تسمع أنه العقارات مثلا في العاصمة راهي بمليار وشي أطفال شقة شقة راهي بمليار وأكثر لما تسمع أنه شقة راهي بـ 300 مليون أو 400 مليون يعني من غير المعق هذا شي طبيعي من غير طبيعي صح السعر رهو مغري بصح هذا السعر يولي طمع تعنى هو لي دينا الأمور يتحلوك نعم إذن في حالة ما ربما تم إتمام هذا العقار لكن المرقية في التسليم المفاتح يعني رغم ربما أنه وفى كل الشروط اللي هدرنا عليها لكن يماغل في تسليم المفاتح يقولوا لازم نزيد لي والتكلفاتة الشقة كانت أكثر مما كنت أتوقع في هذه الحالة كيفاش المكتتب يتعامل نعم يقولوا ربما مواد البناء زادت يقولوا زادت زادت لك خيطه فعلا قلنا أنه الثمن الإجمالي يكون متفق عليه ويكون منصوص عليها في العقد لكن حتى القانون شوفي القانون حتى هاد المشكلة وضبطه كيف ذلك مش ما يخليش تغارات لأنه البيع فعلا اليوم راه هو يبيع غضوة مثلا التمنتع الحديد راه يزيد العبلي فات كان بصومة هاد العام هو بصومة يعني مواد البناء راه يزيد المشرع ضبط له أنه ممكن يزيد لكن بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمئة فقط هذيك النسبة على الزيادة ما تكونش تتجاوز عشرين بالمئة معنتها أنتها تكون تشري عقار ما كش منها يزيد لك مثلا خمسين بالمئة أو نصف من قيمة العقار يقول لك هذه هي الزيادة وانايا يعني لازم نزيدها لكيتو القانون نظم تلك الزيادة يعني حتى المكتتب ما علي غير أنه يوافق إذا كانت ما تجاوزتش الزيادة عشرين بالمئة وتكون مبررة يعني يقول له الزيادة لأنه سعر يعني مواد البناء زاد أيضا ما لك يكونوا فاتورات بناتهم أكيد الفاتورات تكون إذا كانت هناك زيادة يبرر تلك الزيادة علاش والزيادة ما لازمش تدي باسي عشرين بالمئة نعم لكن القانون ياخد بعين الاحتبار إذا كانوا ربما المرقي هو للطول يعني لم يتم تسليم البناء في المدة المحددة يعني تعدى أجل تسليم نعم نعم الأجل تعد تسليم شوفيه هنايا كيما يقولون ما بين الحصارة هي أساسا يعني ما بين القانون والواقع أنه الواقع نعرفه أنه يصروا بزاف إشكالات نعم خصوصا يعني في معاد تسليم الشقق وهذه المعاد أحيانا ما وش يتأخر سنوات المشكلة حتى أنه المكتتبين ممكن شهرين تلت شهر يصبروا لكن المشكلة لما تكون سنوات نهضروا يعني نهضروا من جهة بش ما نضلموش المرقي العقاري كي ينأمور لتخرج عن طاقته وحتى هذه نصع لها القانون كي ينأمور مثلا قوة قاهرة صارت مشكلة يعني صارت زلزل صارت فايضان صارت حاجة يعني خارجة كما نقول قوة قاهرة نفهمه كذلك لما تكون حاجة خارجة على الإرادة تاعه مثلا يكونوا الطرقان تعلي يوصلوا يكونوا مازال مكملوهم يعني هذيك مشي هو الملزم مشي بيدو يعني بالعمل مشي بيدو هذه رهي حاجة لكن وكذلك هناك مشكلة أحيانا في الوثائق نعرفه في التوثيق لما نحطوا عقد بشي توثق هناك مشكلة كذلك يعني هناك كان شوية بيروقراتية بعض العراقين البيروقراتية هناك بعض العراقين إدارية لكن هناك مشكلة عند المرقين عقاريين وكثير من الناس وكثير من القضايا راهي تثار على بل كي الناس خلصوا وتوفاهم الله ومدوش سكنتهم يعني تماجيني الحرقة تعدك الإنسان راح بيها القبرو كما نقوله هنا المشكلة كي الناس كي بعض الأماكن ما نسميوهاش الناس راههم دافعين ودافعين لمبلغ الكل وراهم قاعدين بدون سكنات يعني راهي كوارث راهي تسرى بسبب يعني هذ المرقين العقاريين محتلين اللي ما يكملوش يعني الحاجة ما نقوله الحاجة اللي خارج على الإرادة تحهم راهي خارج على الإرادة نعم وخارج على الإرادة تحهم يعني ما تدومش لسا من السنوات ما شانا نخلص 2010-2023 ماذا ما سكنتش هذا كارثي أكيد إذن من جهة أخرى نتحثوا أيضا على حالة إفلال المرقي العقاري نعم يحدث أليسا كذلك تحدث هنا هذه الحالة يدخل دور صندوق الضمان شوفي في حالة إفلال المرقي العقاري نعم أو في حالة وفاة أيضا وفاة المرقي العقاري يعني ما هي نفس الإجراءات هي أكيد أكيد شوفي صندوق الضمان هو لحل محل المكتتبين يعني يكونوا المكتتبين هما اللي عندهم الأولوية يعني استفاء الديون تحهم وكذلك ممكن أنه يتم تعيين مرقي عقاري آخر يتمم ذلك المشروع يعني باش ما نخلوش الناس حاصلين في حالة الوفاة كذلك يتم تعيين مرقي عقاري آخر لإتمام ذلك المشروع لكن في حالة الإفلس قلنا كذلك الإفلس يعني صعيب ممكن الناس ما تديش كامل دراهمها هذه هي المشكلة لأنه لكون الناس صح اللي حط دراهم ولهذا لازم أيضا المكتتبين يلتزموا لأنه نحن نقول النصيحة الأولى أنه جامع تشري تكتب ورقة عند ما بينك وبينه يدي لك ورقة وتروح تقدم له المبلغ وتقول له هذه هي الالتزام الثاني أنه البيع على التصاميم ما تمدوش كامل المبلغ البيع على التصاميم مدام البناء ما زال ما طلعش تمدو بالنسبة يكون عند الموثق عندكم النسبة رهي محددة محددة في العقد محددة في القانون جام يتمدوا المبلغ الكلي لما يتمدوا المبلغ الكلي ركوترسكي وبكامل المبلغ صحيح حناي وثنتنا الحالة نبيلاوين مرقي عقاري حتل على بعض المكتتبين من بعدها يعني كتشفة أمره ودخل الحبس لكن هو يجوز لفترة تعطع العقوبة للأسف توفى حابين عافون إجراءات اللي لازم يتبعوها المكتتبين لكن قبل ذلك نستقبل مكالمة هاتفية نبيلاوين صباح والخير صباح النوم صباح الخير مرحبا بك معنا لكي عيشت لكي صباح الخير سعيشي عندك سؤال في الموضوع حبيت حال عطبية خياطة نقدر ندير في تلعقار نجازة نتفرج في تليزيا نعم عندك سؤال نعم تفضلي قلت لك أنا حاب ندير سكر في تلعقار من حقي ولا لا هذا لازم مكتب عبد هو لي قل لك عاصم حيث سؤال يعني تفيد من تستفيد من مسكن عدل إذا كان الشروط تعال لليديرتهم الدولة متوفرين فيها تستفيد أكيد تستفيد رغم حين فتحوا عدل ثلاثة ممكن أنها تقدم الملف لكن تكون ما عندهاش سكن يكون الزوج تحام عندهش سكن يعني تكون ما استفادت من قبل يعني كان شروط تكون توفرة فيها هذه الشروط متوفرة يعني في الموقع الرسمي وكانتتعدل نعم إذا توفرت فيها الشروط يعني حقها كأي مواطنة جزائرية حقها أنها تستفيد من سكن أكيد هي قاتلك عندها ورشة خياطة يعني عندها شعلاقة هذا هو العمل ديالها يعني هي لباس تستفادت هذا محل مهني تكاليف تكون عندها تكون ديكلاريا يعني ما كانش مشكلة إنما هاد التفاصيل ما يمكنش أنه نجاوبوا عليها من خلال لازم يكون تقدم وتتوفر حديثنا اليوم عن العقار الترقاوي ترقا نعم إذن نستقبل مكالمات أخرى لكن حبيت لو كانت واجبين على الحالة اللي نقمناها يعني يعني في هاد الحالة شوفي الإنسان إذا كان نصاب وكان يعني يره في المؤسسة العقابية بطبيعة الحال إنه هاد المكتتبين يعني يتقدموا أمام المحكمة كضحايا ويتأسوا كطرف مدني ويطالبوا بالتعويضات يطالبوا إنهم يسترجعوا المبلغ تحهم إضافة إلى التعويضات يعني إذا كان هاد المرق العقاري ممكن أنه عنده أشياء ممكن تباع عنده مبالغ مالية يمكن الحجز عليها يعني هاد الحالة الحالة يعني الكارثية إذا كان مع دوله هنا يعني نقدر راحة لأسف كين أيضا هناك حالة أخرى عنده حكم عندنا حكم القوانين رايكاينة علش قلنا ما بين القانون والواقع عنده حكم وروا حكموله بالمبلغ وحكموله بالتعويض إنه معلم أن ينفد هنا تكون مشكلة للأسف إذا هناك حالة أخرى وصلتنا هما أنه مكتتبين شروا ديور في يعني في المبلغ المبلغ وين في 2001 دفعوا مبلغ 120 مليون يعني التكاليف كانت 120 مليون هما خلصوا نص ومبادتك قعد نص ومصح كانوا يخلصوا للأسف توفى توفى البروموتور في هذه الفترة من بعد ما زاد جاحتة واحد دقضق لهم في دارهم بعد مرور عشرين سنة جاء الإبن تاع المقاول وطلب أنهم يسددوا بقية التكاليف لكن حسب التكلفة الحالية يعني حسب لهم العقار تعدقاش حراه يجوز هذا الأمر ولا يجوز هنا مشكلة لأنه شوف إذا من جانبهم هما هما سنة 2001 يعني السبب يعني التأخر ما راهوش فيدهم والمفروض أنه لما توفى المراقية العقارية هما يروح يحوسوا هما أكيد يطالبوا بحقوقهم هما كانوا سكنوا خلاص كانوا سكنوا في السكنات نعم كانوا سكنوا وكانوا ما زالهم يسددوا في نفس الوقت هما كانوا سكنوا كامل وقعدت لهم فقط كما قلونا ديتخون شي يكملوهم إذا كان قعدت لهم هذه النسبة يقعدوا يكملوها وكانوا سكنوا سنة في دات 2001 نعم إذا هذا البناء راهو تام وبالتالي لما نكمل ندفعه ندفعه بالثامن تاعة 2001 لأنه لو كان البنيان مزا ما أخلاش وكانت تكلفة تاعة البناء أنا عرفو راهيختلفت من سنة لسنة راهي تزيد هما كانوا أنه هو لطالب يعني مقاول العقاري هنا الورثة على المقاولين العقاريين هنا يطالبوا بالديون على الوالدة هم يعني المشكلة هنا لا راهيش في المكتتبين المشكلة راهي في الورثة aquesta ومشنا نقول أنه الاعتماد على المراقي العقاري لا يورث معينها ما نعينها ك أنتا رأك مراقي عقاري باباك مراقي عقاري لو توفى ثم راح توورد هاديك الاعتماد بدياله لا الاعتماد لا يورث مهم جدا إذن نستقبل آخر مكالمة هاتفية أستاذنا بلا واضح حي صباح الخير صباح الخير مرحبا بك معنا عندك سؤال في الموضوع أنا عميل يلا يتزمع فيك نساق في الأستاذة بفضل أفرح لها مشغال عندك ترقوي في مشروع مع مرقي وهذا المرقي ما شاء الله ترقوي تساهمي نعم إنما إحنا كين جزء ثاني خلص من المكتتبين وكين جزء ثاني هذاك لي رفض التسديد إحنا المرقي له يمشي مع البرسنتاج نورمال بسهم اللي محبوشي خلصوا نعم نعم دوك نجاوبك سيدتي هاتف لنا بالإثمانة عن مشروع دوك نجاوبك سيدتي شكرا شكرا إذن تحدثنا كثير عن المقاول ترقوي سؤال مهم نعم وجاء في وقته نعم لأنه تقول لك أنه المكتتبين يعني إحنا هدرنا نعم المقاول ترقوي ما هدرناش عن المكتتبين ما هدرتاش عن المكتتبين لأنه هدي واجبات المقاول كذلك الحقوق وواجبات تلك المكتتبين لازم تكون كاينة الواجبات تلك المكتتبين أنهم يدفعوا الأقصاط يدفعوا تلك الأقصاط في أوقاتها إذا كان مدفعناش قلنا القانون ما كشترى غانونية في هذه إذا كان المكتتب مدفعش تلك الأقصاط وش يتم المرقي العقاري يبعدت لهم إعذار بعدها 15 يوم يزيد يبعد إعذار تاني إذا كان لم يستجيبوا وما دفعوش من حقه أنه يفسخ ذلك العقد ماليتين تعويضهم في هذه الحالة؟ يعني ممكن أن يسترجعوا جزء من الأموال ليس كل الأموال لما نقوله يفسخ العقد معناتها هو بشيكمل المشروع اللي أبليجي بشيبيع لناس آخرين يستغنى عليهم أكيد وشحن النسبة على قلت لي يرجع جزء يرجع جزء أكيد أنه وقلق نسبةها 15% هي اللي يحتفظ بها والجزء من المبلغ لأنه هذا الضراء الخارج على يده هما لما أدوش الالتزامات تحهم وفقا للقانون وفقا للعقد قلنا العقد هو شريعة المتعاقدين يطلهم إعذار 15 يوم يزيد لهم إعذار تاني 15 يوم هذا هو اللي ينص عليه قانون هذا الصفة الرابعة يلا هركزنا على المقاول العقارين نركزوا أيضا قانون على المكتتبين تحدثنا على رفض بعض المكتتبين لتزديد الأقصار المتبقية من جهة أخرى لو كان المكتتب يموت في هذه الحالة كيف الشيء يتم تعامل مع الورثة؟ هنا مع الورثة وفقا للفريضة إذا كان المكتتب مات بطريقة طبيعية أنه وفقا للفريضة الورثة هم اللي يكملوا أداء تلك المستحقات وبعدها العقار يعني يقول لي بأسمهم كل يعني كما يقولوا عقار على الشيء يقول لي بأسم كل كل المكتتبين لو كان المكتتبين لو كان الورثة ما يحبوش من هذك ما يحبوش هذك الشقة يقول لك إذا ما حبوش في هذه الحالة إذا ما حبوش في هذه الحالة يتم تعامل معهم كما هذك لما سددش الأقصار المتبقية آه هذا هي يتعاملوا معهم على أنهم إذا رفضوا تسديد الأقصار يوجه لهم الإعذارين في 15 يوم و15 يوم وبعدها ممكن أن يفسخ لهم العقد يعني ما نقدروش نحبسوا أن بخوجي اللي راهوا الناس كاملة راه يتسنى فيه على جل إنسان أو اتنان إذا كان واحد من المكتتبين ما أداش يعني الأقصار تتاعه ما يلتزمش بالواجبات دياله هنا من حق المراقع العقاري أنه يكمل في المشروع تتاعه ويلغي ذلك العقد نعم إذا في أقل من 30 ثانية نصيحة مش فعلك نصيحة لكل المتابعين يتابعوا فينا فيما يخص رقود الاكتتاع نصيحة نقول لهم أنه أي واحد لازم يتأكد أنه يتشري عند مراقع عقاري يكون المراقع العقاري يكون عنده لاغريمان لما نقول لاغريمان لأنه القانون يمدلهم شروط يعني بشي يمدوا لاغريمان وكاين الناس اللي حكم عليهم من قبل جريمة نصب الاحتيال يمدلهمش لاغريمان وكاين أمور كثيرة يعني يكون عنده لاغريمان كيف يكون عنده رخصة البناء يعني يكون توفر فيه الشروط يكون كذلك يشريوا في البيع على التصاميم ما يشريوا ما يكتبوا ورقة بيناتهم وبين المرقي ويقول لك نراني شريت ونراني عندي ورقة تضمن لي حقوقي كذلك ثمن تحت دفع ما يدفعوش المبلغ طلي يدفعو المبلغ بالأقصاط عنده 20% ثم 20% يعني كل ما يبدأ هذا البناء راه يطلع كل ما الأقصاط راه يتنفع هذه هي نصحة لنوجهها والبيع على التصاميم يكون أمام الموثق ما نروحوش بيناتنا يعني اتقاف الوثيقة نعم ببساطة شكرا جزيلا شكرا لك لا أفو فريد شكرا لك